ما عادش في المنصد؟ ما عادش لأنه اختلاف في وجهة النظر كهو عمنا ولصار خلاف بيني وبين مقدم البرنامج صاحبي بكر تجاوزناه سنعاود الخلاف معناتها ثم أنا ننظر للأمور بمنظر معين هو يراه أنه التوجه متاع البرنامج معناتها في تجاه معين ما نجموش نتفاهمه وخرجت على روحي ربي عاونهم وربي وفقت فيما يتعلق بشن هو الخلاف؟ بوجهة النظر بأرائك ثم مواقف يجبك تكون متحفظ فيهم ثم كلم يجبك ترزن فيه شوي قلت له أنا لنجبد الأعراض لنسب ما عدا ذلك أنا نقول الحقيقة قلت كلم ما عجبش مقدم برنامج صاحب بكار مواقف ما عجبتش أطراف خارج البرنامج وفح النكس هني قلت لك ثم أطراف خارج البرنامج ما عجبهاش مواقفي فتشكيت للمقدم البرنامج شخلهم أطراف خارج البرنامج وعندهم تأثير هذا يسألوا عنه صاحب البرنامج خاطر أنا كيجيني يقولي يروا فلان وفلان متغشين ويلزمنا نوسعوا بالنا ونعرفوا كيفاش نتكلم وأنا ليه أنا نتكلم بما أراه صالحا نطنقوا ما نيش قاعد نجبد ما نجبدت عرض حد وما تجاوز في حق حد أنا وقت رأى الوضعية ذيك هكا نقولها أطراف من خارج البرنامج مستشهر معناها هو يعرف هو يعرف المقدمات في موقع السئفير قريت أرتيكل يقال قولوا فيه معناها أنه عبد مجيد الجوبانتيني بعض الخلافة اللي صار بيني لكم مشي المستشهر للبرنامج هو اللي يطلب منه أن ينحيك سمعتها أنا بيديا ما ما نجمش نأكدها عبد مجيد مفالح كذي عبد مجيد حكا معايا وقال يا عمري ما مشيت وما في باليش بها جملة لكن تعرف الناس عليش تربط يجا نقول لك أنا قلت هالو صاحبي قتل ورأو العباد ما هيش أغبياء معناتها أنا خرجت مباشرة بعدك الخلافة أنا والجوبانتيني فالناس بش تربط فهمت يقول لك أنا زاق كمال خرج بعض الحصة ذيك بالذات طو مثلا سامي العكريمي أو خرج بعض الحصة بتاع الحاكمة الناس بش تربط وربطت الناس دونك الناس ما يشغب بيها فهمت هذا هو معناتها أنا خرجت أنا المكان الذي لا أجد فيه راحتي بش نعبر على مواقفي بكل أرياحية وبكل راحة ما نقعدش فيه فما صنصرة كانت معناها في البرنامس لا مش صنصرة أما الحقيقة صاحبي عمره مفرض علي مثلا يقول يسمع بربي أما جاي قال يروف لانتشك قلت له ربي معاك ومعا ما الناج مش نعرفه شكون فلان لا احتراما ليه وللناس والمجالس بالأمانات معنتها خطر هنا ينقول لك حاجة خطر أنا شخص هذا يتصلت به قال يجا ميد لفي أنا بعض ما خرجته سمعني احنا نهنين حاب نسميه كل شيء مسميه لا ما وهو إذ العباد تعرف المستشهر في البرنامج هو لا يستراجر ريتونس لا مش وحده هو شكوي ناجم يتقلق معنا من حاجة مكيمة هكذا مش وحده ثم برشا مستشهرين نجا نقول لك أنا وإنه مش بالضرورة مش بالضرورة مش بالضرورة مش بالضرورة يكون الرئيس ينجم يكون من محيط الرئيس يعني الشخص اللي يكلمني قال ينا ما عندي حتى علاقة بالموضوع قلت له أنا رأو حكيت معاك بورمتر للي بوين سيغلوزي عما مش خاطر بش نرجع رأو أنا معا جراج أنا دفات أنا جيني أنا معاك في الإميسيون في الراديو جيني أنتي تقول لي بربي قل لك سلام عليكم حتى لو كان مبعديك سيقول لي أنا خاطيني 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 لو مش خاطيني أمر لا يعنيني أنك أنتي حديت لي حدود حدود في أني كيفاش نتكلم نمشي على روح هاو مكرم اللا جيم فعني نتكلم بكل راحة ولا نهار تقلق ولا قلق ولا ما تقولوش علش أنتي بالذات الله أعلم نقلق بوتاتر أكثر نقلق أكثر بوتاتر الله أعلم بوتاتر ما عنديش إضافة في البرنامج بوتاتر أبقى عليهم لقاها فرصة بشي الله أعلم ربي وجههم أنا ذاك عشان قولت ربي وجههم الخليف مع القوبانتيني وقتها في البلاتو اللي صار والكلاش بسبب مروان تاج بسبب مروان شنو تابعاته بمعنى تابعاته معناه شنو سالم بعض ما شفنا في البلاتو هل حكيته هل تصالحته شفناك ما تصالحته في البلاتو لكن يبدو بعض ما صفيتش لا مش ما صفيتش أما أنا قتله بعض حكيت أنا عبد مجيد قتله أنا أنت ومروان تاج صحاب وتحكي وفرض بلاتو في الراديو قتله أنا ما قبلتش أنك تقول عليه نكرة وما عندوش تاريخ وما عندها صحاب ما تقولهاش فمتذيل الخلاف رأو قتله ومبعد هو هو رد علي الفعل بطريقة ما عاشبتنيش قتله احترمني أنا في اللي ميسيون وقتها صارت من بعد قعدنا قتله وهو عبد مجيد زاد أنا من أكبر مني في العمر واحد قتله إخويا كان غضتك ولا تغششت من إني ولا حسيت بروحك أنك توجعت أنا عايت تعليك ولا حاجة جو مكسكوز على العيات معندها لكن موقفي ذاك هو أنا الموقف لا أغيره في الحادثة لا أغيره أما بوتاتر كان صح قتله قتله عبد مجيد كان حسيت لي أنا صح تعليك ولا معندها بلغة أخرى معندها تجاوزت حدي معاك هذا كان أعتذر عليه لكن موقفي إلى حد الساعة هو نفسه حكيت من بعدها مع حمد المد برئيس ترجي حمد برشا مرات حكيت معاه بخصوص الموضوع عذاك هتجبدل لا 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 ما شوف يجي نقول لك لا هو يحكي لا أنا نحكي معندها طوال أنا نحكي أنا لك ما تجبدليش موضوع أنا ما نجبدلكش فهمتك في بلاتون